اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار اليوم سادة أجواء مستقرة ربيعية في عموم المناطق ارتفع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية لكن خلال الساعة القادمة أي خلال ساعة ليلة الثلاثة على الأربعة تبدأ الأجواء بالتغير تدريجيا مع بدء عبور لكتلة هوائية باردنس بيا قادمة من البحر الأبيض المتوسط عبر منطقة بلاد الشام وأيضا عبر المملكة تعمل عن الخفار في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة صوال أقمان الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي انتشرت في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة نتحدث الآن عن درجات الحرارة وتوزيع الكتلة الهوائية المتوقعة من يوم الثلاثة وحتى نهاية الأسبوع يوم الثلاثة تبدأ أو خلال ساعة مساء يوم الثلاثة تبدأ الكتلة الهوائية الحارة والدفئة تبتعد عن المملكة وهو تندفع بالمقابلة هذه الكتلة الهوائية البرتية نسبيا من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشعب وبالتالي هناك تغير جدري في الأحوال الجوية او درجات الحرارة تحديدا حيث تنخفق درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة وبالتالي يتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات يوم الأربعاء بتستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا خلال يوم الخميس يوم الخميس تعديدا ستعرف درجات الحرارة المزيد من إنخفاض مع حبوب لرياح المزيد من الرياح الباردة نسبيا من شرق البحل المتوسط باتجاه المملكة هذه الرياح الباردة نسبيا ستكون أيضا رطبة والتي ستعمل على تكون أو انتشار كميات من الغيوم المنخفضة خلال يومي الأربعة والخميس وتعمل على هطول زخات خفيفة من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية على أن تتحسن فرص الأمطار خلال يوم الجمعة نستعرض هذه التفاصيل في خراءة توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس تحديدا وحتى يوم السبت يوم الخميس تبدأ هذه الكوكة الهوائية الرطبة والباردة بالاقتراب من منطقة بلاد الشام وبالتالي تصل إلى المملكة خلال ساعات الصباح والصباح المتأخر من يوم الجمعة تبدأ الأمطار بالهطول في المنطقة الشمالية والوسطى من خلال ساعة صباح يوم الجمعة وتستمر خلال يوم الجمعة حيث يكون الطقس متقلب بين الغائم الجزئي والغالب غائم خلال يوم الجمعة مع فرصة لهطول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية تستمر فرص الأمطار خلال ساعة مساء يوم الجمعة على أن تبدأ هذه الأمطار بالتراجع تدريجيا مع ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة ورطبة عن المملكة خلال يوم السبت لكن يوم السبت تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض أخر الأمطار الخفيفة خاصة في المنطقة الشمالية نذب الآن للعاصمة عمن والتوقعات الجوية لهذه الليلة كما ذكرنا هناك تغير في الأجواء مع بدء لعبور لكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث تسود أجواء باردة 8 درجات مئوية مع رطوبة مرتفعة حوالي 93% وبالتالي تكون الأجواء نوعا ما ضبابية خاصة في المناطق الجبلية العالية المنهوسة 5 درجات مئوية فقط الرياح تكون غربية معتدلة السرعة بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة تسجل 15 إلى 7 درجات مئوية تستمر الأجواء باردة نسبيا خلال يوم الخميس 15 إلى 7 درجات مئوية أما يوم الجمعات المزيد من الخفاظ على درجات الحرارة المزيد من الرياح الغربية الرطبة والباردة تنخفض إلى 11 درجة مئوية مع تحسن فرص هطول زخات الأمطار 11 درجة مئوية كحرار عظمى أما الصغرى 6 درجات مئوية مع استمرار لفرص هطول زخات الأمطار بهذا نمه نشرتنا للقاء اثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال